تقلت وكالة بيلتا للأنباء عن أليكساندر لوكاشينكو رئيس بلاروسيا قوله أن مينسك مستعد للسماح بنقل الحبوب الأوكرانية إلى موانئ بحر البلطيق إذا تم السماح لها بشحن بضائعها من تلك الموانئ وخلال اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش أبدأ لوكاشينكو استعداد بلاده لتخصيص الطاقة المطلوبة في سكاكها الحديدية لصادرات الحبوب الأوكرانية مقترحا إجراء محادثات بين بلاده وأوكرانيا والدول المستعدة لفتح موانئها لتحقيق هدف الأمم المتحدة بهذا الشأن